كثور الحديث بين الكتل السياسية عن كون الأزمة المالية باتت أحد أكبر معوقات إجراء الانتخابات المبكرة في العراق وهو ما عده مراقبون بأنه محاولة لاختزال وتهميش جملة حقائق أبرز ما فيها أن نحو 80% من العراقيين هم غير مكترثين أساساً بالمشاركة في الانتخاب ليقينهم من بقاء الوجوه نفسها في ظل قانون ومفوضية انتخابات وأدوات وآليات تم تكريسها لضمان احتفاظ الأحزاب بالسلطة وفقاً لاستبيان أجرته مؤسسة المجموعة المستقلة للأبحاث وكالعادة ألقت بعثة الأمم المتحدة في العراق يوناني وممثلتها جينين بلاسخارت طوق النجاة لعملية سياسية غارقة بالفساد حيث أعلنت عن ما اعتبرته إنجازاً من خلال التوسط لحصول مفوضية الانتخابات في العراق على مساهمة مالية مقدمة من فرنسا مقدارها مليون يورو لدعمها ومساعدتها في تنظيم الانتخابات المزمع إجراؤها في حزيران القادم بلاسخارت قالت إن المساهمة جاءت تأكيداً على حق العراقيين في إسماع صوتهم بشفافية وكأنها تجهل ألا صوت يعلو فوق صوت رصاص الميليشيات وزعمائها الذين حريصت على الالتقاء بهم بذريعة الانفتاح على كل من في الساحة بلاسخارت وباريس استجابا لنداءات أحزاب السلطة بشأن المعوق المالي لإجراء التغيير وفق البيان الأممي تغيير لم ولن يجري في ظل فوضى السلاح واستخدام المال السياسي لأغراض الابتزاز والترهيب فضلاً عن قانون انتخابات صيغ لصالح الأحزاب الكبيرة بعد أن فصل على مقاسها وتم تقسيم الدوائر والمناطق الانتخابية وكل شيء فيه بما يخدم مكاسبها قبل أن يصوت عليه البرلمان وتزج فيه ما وصفت بالكوارث وفقاً للجنة القانونية النيابية التي أقرت بأنه كتب ووضعت بنوده داخل المنطقة الخضراء من قبل القوى السياسية المتنفذة التي لا زالت تتحدث حتى اللحظة بصيغة الاستحقاق الانتخابي للأكثرية رغم هتافات المتظاهرين في الساحات والميادين والتي أعلنت بوضوح لا لبس فيه رفضها القاطع لعملية سياسية انتهجت المحاصصة الطائفية أساساً لها